من كامي يوم كده ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية وكان من ضمن الطلاب الاوائل على المحافظات طالبة اسمها منا طلاة عماد منا طلاة كانت الاولى على محافظة كفر الشيخ وكان الحقيقة لها قصة كفاح صعبة قالت فيها انها بتذكر على جردل وبتنام على مرتبة على الارض وظروفها المعيشية صعبة بسبب انه والدها انفصل عن والدتها الحقيقة الرئيس السيسي زي ما عودنا على طول اعطى توجيهاته بتبنيها وبتوفير جميع سياجاتها بدعمها وفعلا الاكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة طلعت بيان مشترك اعلنه التزامهم بتقديم كل اوجه الدعم لمنة طلاة عماد الطالبة المتفوقة في كافة مرحلها التعليمية وهيبقى فيه دعم لها في كل المرحل التعليمية القادمة لغاية ما تتخرج من الجامعة وده طبعا في اطار المبادرة الرئاسية لتبني الموهوبين واللي اطلقتها الاكاديمية مؤخرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي حياة النهاردة الدكتورة راشا راغب المدير التنفيذي الاكاديمية الوطنية للتدريب قابلت منا طلاة عماد رحبت بيها جدا شجعتها وعبارت عن فخرها بمنا اللي مرت بظروف صعبة جدا هذه الظروف ما ما نتهاش انها تواصل حلمها وتحقق هدفها علشان توصل لحلمها الاكبر حلمها الكبير هي نفسها طبعا تبقى دكتورة وعايزة تلتحق بكل تطبيب الاكاديمية هتتكفل بكل اللي هتحتاجه منا لحد ما تحقق كل احلامها التعليمية لغاية ما تتخرج باذن الله من قليت الطب